قبل أن تبدأ الحرب في روسيا ومن مور ما بدأت الحرب في روسيا الأغلبية الخطابات للروس فلاديمير بوتين سيرجي لافروف لماذا يدركوا يدركوا للنازيين الجدد لأنه هو نازي بينهم وبين النازيين الجدد إلغاء والقضاء على النازية قدموا الأسلحة للأوكران والتبعية البندرية أو النازيين الجدد القوميون والجماعات النازية الجديدة دائما يستعملوا هذه العبارة ويقولوا من الأسباب الرئيسية لأنه يجمع على أوكرانيا هي هذه النازية الجدد يريد أن يحمي الرواسة التي كانت في أوكرانيا منه والمشكلة الأساسية لوسط أوكرانيا وما هذه النازية الجدد هي تهدد الاستقرار والأمن في روسيا لا خيار لدينا يجب علينا الدفاع عن نفسنا وسكاننا كيف لا تعرفون أن النازيين لا يوجدوا عن اليهود والرئيس زيلينسكي الأوكراني من أصل يهودي كيف شطل فلان يقول بوتين عنده النازيين الجدد وهو يهودي ماذا هم هذه النازيين الجدد؟ ماذا تعني هذه الكلمة نايو نازي؟ ماذا الخطة لهم؟ كيف شك فكره؟ ماذا الإديولوجية لهم؟ لماذا خلعين بوتين؟ ولماذا كينين في أوكرانيا؟ اليوم سنهضر لكم على أحد الأشخاص نازيين جدد اللي كيسميوا رأسهم الأزوف هدو الوايت سوبريماسيز هم اللي نايو نازي كينين في العالم كامل ومكونكتين في العالم كامل ونازلين من هيتلير ماذا تعني هذه الأزوف؟ ترابو ديالهم فيه اي وان هما كيقولوا ديال idea of nation هاد شيء اللي كي يعترفوا به ولكن جميع الخبراء العالميين كيقولوا هاداك أمبلام ورمز ديال النازية الشعار ديالهم جاي من الولبس انجل وكان الشعار ديال الاس اس دي فيزيون النازية اللي كانت في الحرب العالمية التانية وهو أشهر وأهم الشعار لنازيل الجدود في العالم كامل هو اللي ألمود من الأخر هادا نازيل الجدود 창 و estim gears هو أحصεν عرق في العالم وكل شيء عليك العرق الأبيض يستطر عليها بالحمر كيكوهوما اللي يجبوا يحكموا العالم ليس استغيش ليس أخرى ليس مرتفع مثل هتلير الإخوان كان يقول له غاس أغيان الأريا هي أحسن غاس في العالم وكان يطحن قاعده كل ما يشبهه لهم المشكلة وفكرهم والإديولوجياهم متطرفة وكتوصل إلى القتل وكتوصل إلى الإرهاب من أشهر عملية إرهابية التي كانوا داروه في 1995 أكلاهوما سيتي قتلوا أكثر من 161 وعندهم ديمة الجديد قتلوا اليهود والمسلمين قتلوا الأفريق ديمة عندهم الجديد وكتوصل إلى المسلمين وكتوصل إلى المسلمين وكتوصل إلى المسلمين وهذه حركة الأزوف هي أكبر حركة نزيل الجدود في العالم والذي مبارسة الروس والذي مبارسة بوتين والذي كانت في أوكرانيا فهم يتحدون الإسلاح على أراض أخرى في التورة الأوكرانيا في 2014 كانت شخص يسمى أندري بيليتسكي هو الذي استسهد حركة الأزوف وكيعرفوا غير الحرب الإخوان وزادوا تقوى وممشاوا إلى الشرق في الأوكرانيا وبدأوا تتحاربوا مع المنفاصيلين دونباس اللي هم تابعين لروسيا وبدأوا مقاتلين وكانوا هم السبب لكي حروا المدينة ماريوبول اللي دابة يلا أخذها ببوتي الغريب في هذا الأمر والذي تعجب منه الرأي العام العالمي هي أن الحكومة الأوكرانية لا تعتبرهم إرهاميين لا تعتبرهم مسطيين لا تعتبرهم عنصريين وبالعكس ندخلهم معهم بأضبطيهم في وسط الجيش دياله وكتقول عليهم أنهم أبطال وكيديروا استعراضات عسكرية في وسط العاصمة كييف بالتربوات اللي هدرت لكم عليهم النازية قدام الشعب الأوكراني وكيصفقوا عليهم كيقولوا لهم أنتم أبطال كتحميونا من الروس وكيف ما قلت لكم بدخلوهم حتى الجيش ديالهم الأوكراني كيقولوا بنا عشرات إلى عشرين في المئة من الجيش الأوكراني نيو نازي من هاد الأزوف والحيسب ديالهم دي اليمين المتطرفة اسميه سفوبوتا عندهم مقعد واحد فربعمية وخمسين مقعد اللي كينف لرادة البرلمان الأوكراني الفين وربعتاش الاخوان في التورة ديالهم كنو كيجندو أي واحد حتى هادوا اللي عندو ماد الفكر المتطرف في النيو نازي اللي لم يحملت شي واحد يدخلوه لهم غير بشي يواجهوا روسيا هذا الأزوف من غير أنهم مع الجيش الروسي عندهم عسكر ديالهم عندهم قواعد عسكرية ديالهم عندهم المتطرفين في كي ترينيو ديالهم في الحدود مع الانفصاليين ديال تونباس وتم في النايدة دابا القيرا من تم دخل الروس لكي يجمع الأوكراني يبدو كتحنوا فيهم وملوني وكيف ما قلت لكم في ذلك المنطاقة هم اللي كانوا حرروا مدينة ماريوطول المهمة بزاف لماذا القتال محتدم في مدينة ماريوطول؟ اشتثاثوا النازية من أوكرانيا والقتال لدى النازيين الجدد والمرتزق الأجانب من الأهداف الأساسية التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمليات العسكرية في أوكرانيا وهذا الأزوف حاولوا قاعد يدخلوا للسياسة حاولوا يدخلوا للسياسة في 2019 ولكن ما قدروا يربحوا التشم وقاعد فوصل البرلمان غير طموحاتهم باقي كبار يأخذوا الناس من العالم كامل الذين لديهم عرق أبيض وصورتهم من أوروبا ومن أمريكا ويأخذوا أيام توظيف جهو ندرق خطمات يبينوا فيهم المضاربة الأمامة والتفرشيخ في وسط الرملاء يكونوا لديهم أوراش للوشام يبدأوا يشملوا البعضياتهم السيمبول نيو نازية الرموز النازية يأخذوا محاضرات لذلك الناس الذين جددوا يريدون أن يدخلوا معهم لكي يسرحوا اليوم الإديولوجية النازية ويقولوا اليوم نحن العرق الأبيض نحن الذين ينم لا يبدأ أي خاطئ الإخوان البراين واشنغ وكيف لا يقول لكم كل شيء من العرق الأبيض يأخذوا ذلك الشباب الذين يأخذوا من السويدي ومن فنلاندا ومن بولونيا الذين يقولوا نحن الآن غاس سوبريم ونحن الذين لدينا أحسن العرق في العالم وكتلقى شبعان وشامات وحاقد على الدنيا وليس يحمل شيء واحد ومن الذين يدخلوا عندهم؟ فضل أعظم فشي الله كانوا بيوم غير 800 يقولوا بينهم بين 3500-5000 وهذه الأخوان كما قلت لكم ما عندهم مع التشيوح ما عندهم لمعة مسلمين ما عندهم لمعة يهود ما عندهم لمعة رواسة ما عندهم لمعة أفريق مع التشيوح ما عندهم مع التشيوح واخر رئيس الأوكرانيين زيلنسكي يهود قبل التعامل مع النيونازين يقولوا ما النيونازين ولا الرواسة ودخلوا من الجيش لأنهم كانوا قابلين يهزوا السلاح ويذهبوا للتعامل مع الرواسة وهم كانوا حقا وكانوا يريدون التعامل معه من الأخوان قالوا الله ما هما ولا الرواسة الإنماء وإنماء الإنماء وإنماء العدو يكونوا الصديق وما عندهم عدو مشترك هو روسيا قالوا أنهم سوف يذهبوا للتعامل والله ما هما نجريهم ولا روسيا يأتي لهم كابلهم كيف كانت ترى بأمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا تحالفوا بجوج تكون ضد هيتلير النازي كان لهم عدو مشترك لذلك تحالفوا لا تشعر زيلينسكي قبل أن يتحالف مع نيو النازيين ضد روسيا وذلك كان رئيس زيلينسكي الحكم كالقوم ديجا كيني ديجا طالقين على رقم الإخوان هم كانوا سابقينه لذلك فجأة قبل هم أكسبتاهم وخلاهم هذا ببوتين يقول نيو النازيين وما أكبر مشكلة عندي وما يهددون الوجود وما يبينون صور وفيديوهات في التلفزيون الروسي يقدم كثيرا وما يدابة للنازيين في 2014 هم يبقوا أقلية في أوكرانيا وغيره هو يدخم الموضوع ببوتين ويقول نهاية العالم وهم الذين يقتلونه وهم الذين يقبعونه وهم كثيرا ولكن نحن في حرب الحرب للنازيين فعل بروباغندا فعل مكر لذلك كيف سيضرب الأخرى سيضربه زيلينسكي قال الله من نيو النازيين ببوتين يقول نيو النازيين وما أكبر مشكل ديالي ولكن راما كان قارنوش التهديد ديالي والنازيين بحلف شامل الأطلاسي اللي أصلا هو خالع وراعبه وهو المشكل الأساسي اللي عنده مع أوكرانيا واللي خلاه يهجب ولكن في البروباغندا دياله وفي الديسكور دياله والخطابات دياله هو والأتباع دياله يقولوا نازيين الجدود بززاف نازيين الجدود زي عمارة هم السبب باش تخلى حانت قبل ما تكون حرب خس يكون سبب حس كتلقى سبب و...بالطبع لا يمكن ایرؤوس انت تتطور بوجود تهديد لها والسبب اللي اللقاء إخوان هيني ونازيين ونازيين الجدود اش كيبال لكم الإخوان فاد الأعظوف اش كيبال لكم فاد النيو النازيين اللي كينيف 2022 اش كيبال لكم فوتين اللي قال لذا بك يتحن فالأعظوف ولما ماشي عظوف خلا بدك يزرح ف فارغ اوكرانيا كاملة اش كيبال لكم فسبب اللي اللقاء باش يهجم أشكي بل لكم في الرأي الزيلينسكي اللي بحالف معهم مرحبا بجميع الأراء الإخوان خليوا ليه 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 كومنتير اللي عندهم معلومة أخرى يضيفها مرحبا في ليه كومنتير الإخوان نستفدوا كاملين نتمنى تكون عجباتكم الفيديو نتمنى تكون مستفدوا تابونوا فيسبوك والمقاول يوتيوب المقاول انستغرام المقاول وفيسيال وكان معكم عزيز نوفل وضع القناة لتطوير وتغيير العقليات